السلام عليكم احبتي في الله تحية طيبة للجميع اليوم سنقدم لكم مرتدلة كاشر خالي من غلوتن بدون دقيق او نشا وبدون بيض سهل التحضير وبمكون صحي ونباتي لنبدأ على بركة الله وضع الطنجرة على نار متوسطة فيها لترين من الماء لوصل لدرجة الغليان غنكهو المرق دينا بورق الغار وكذلك فص من التوم ونحتاجه لتحضير هذا المرق حبتي جزر جوجل الخيزو وحبة بطاطس متوسطة الحجم بهذا الحجم تقريبا فيمكن لكم توضع الخضر كيفما هي ولكن تنقطعها فقط بشربح الوقت ضغية ضغية طيبولينا حبة بصل متوسطة الحجم وغنحتاجه كذلك لخمسمائة قرام من الدجاج اللي سبقو نظفته بشكل جيد فما سنضيف لا ملح لا بزار لا تشي حاجة في هذه المرحلة غادي نحضره بمرق الدجاج بالخضر المدة دي للطهو على نار متوسطة 45 دقيقة يلا استعملنا التنجرة عادية كانت تنجرة الضغط فانت الساعة كافية وهذه النتيجة اللي حصننا عليها كيفما ستلاحظوا امامكم فما غاديش نحتاج لكمية المرق كاملة فقط غادي نحتفظ بالقليل من هاد المرق حوالي نصف كاز دي لعنبا 80 ميلي لتر باش يبرد لنا اما بالنسبة للمرق الاخر فغادي نحتفظ بمئتين وعشرين ميلي لتر يعني مجموع المرق اللي غادي نستعمل في هذه الوصفة هو 300 ميلي لتر اما باقي الكمية فغنخليوه حتى تبرد ونحتفظو بها اما في تلاجة او لن مجمد باش نعملوها في وصفات اخرى تناخدو الدجاج دينا سنحيدو منو الجلد مع العظام اللي فيه سنخليو فقط القطع ديال الدجاج الهبرة فقط تنفتوها طريقة سهلة كيف ما تتلاحظو امامكم وبالنسبة للمرق اللي عندنا في الطنجرة فغادي ننقصوه مجمل او الكمية ديال المرق اللي غادي نستعملو في هذه الوصفة 300 ميلي لتر نقصنا منها 80 ميلي لتر يعني الكمية ديال المرق اللي غا تبقى لنا بالطنجرة 220 ميلي لتر الناس اللي في المغرب والجزائر كاز ديال العنبة اونس تقريبا او لا تقريبا واحد الكوب معياري بالنسبة لباقي الاخوة ضفت قطع الدجاج بالطنجرة وتنتبلو بكل من الملح مسحوق حبوب القصبرة الفلفل الاحمر حلو او حار حسب الرغبة البابريكا وكذلك الكمون مسحوق الكمون والفلفل الاسود اللي هو البزار وباش حصلوا على نكهة جد رائعة ونحصلوا عليك شير او لمرتدلة اللي هي صحية تنضيفو زوج معا الكبار من زيت الزيتون البكر وغالي نطحنوا كل هاد المكونات جيدا بعد ما تنضيفو عليهم نصف حبة شاماندر باربا اللي سبق فكانت عندي موجودة كيف ميمكن لكم تشريوها جاهزة من المحلات التجارية من السيبر ماركت إلا كانت عندكم نيئة فحاولوا تسلقوها في المرق من الأول نصف حبة متوسطة فهي كافية باشتعطني اللون بالنسبة للمرق اللي احتفظت بيه مسبقا برد تنضيفو ليه اقار اقار غادي نضيف تمنيات الجرامات يعني اربعات الاكياس بالقياس دياتوش جرام لكل واحد كيس اما اللي بغا يستعمل اه جيلاتين فحاولوا تستعملو عشرين جرام من الجيلاتين فاقار اقار ضروري ما نحلوها اه بمرق او لا ماء اللي تيكون برد باش تدوب لنا وتحلل بسرعة إلا استعملتوها مباشرة في المرق وهو سخون فغادي تشكل لكم حبيبات بحات شكل لتي در دقيق يلا ضفناه للماء مثلا تيبدي تكتل لنا وتعطينا واحد الكورات وتيمحنا باش نخلطوه تنضحنو كل المكونات اللي عندنا بالطنجرة حتى تجانس كل العناصر يلا استعملتو اوراق ديال الجيلاتين فضروري ما تتوضعوها بالماء حتى تدبليكم حتى تتبع بالماء وما تتبقاش وقفة من بعد تتعصروها وتتضيفوها الخاليات ديالكم بالطنجرة مباشرة وتتخلطو وغادي تتحلل ومن بعد تتوضعوها في الكؤوس ديالكم اما بالنسبة الاغراغر فبعد ما تتتحلل تنضيفوها للطنجرة وترجعوها للنار متوسطة تنوضعو الطنجرة فوق نار متوسطة مدة تقريبا ديالسوش دقيق رحنا تنقلبو في هاد الخاليط تنقوا نحركو فيه من بعد تصبح جاهز واللي بغا يضيف مثلا الدقيق او النشا فاسبق وخضرت معاكم العديد من الفيديوهات او للوصفات ديال الكاشير بالطقيق ونشا فيمكن لكم ترجعو الوصفات وغنوضع لكم الروابط ديالها بصندوق الوصف بالاسفل فهد الكاشير عملته خاصة للناس اللي عندهم حساسية الجلوتن تندهنو الكأس ديالنا بالقليل من الزيت سعمل زيت زيتون ويمكن لكم تفرغو فيه الخاليط دي الكاشير مباشرة او لا تغلفو بورق الفرن هاكيفاش تنعبرو تنضعو على المحيد الكأس من بعد تندخله الداخل باش نعرفو القياس تقريبا اللي كنت يكون تقريبا تقريبا كيف ما يمكن لكم تعملو في شيمول او الوعاء الخاص بالمرتديلة لكم الاختيار فهنا استعملت معكم الكأس لانها المنازل ارى بها او للبيوت بها الكؤوس يعني يمكن لكم تحضروه بالكأس مباشرة بدون اي تعقيدات بعد ما غلينا الخاليط لمدة ديال زلو جدقيق على نار متوسطة تنفرغو المحتوى ديال هاد الخاليط بهاد الكؤوس من بعد غادي نخليوه حتي ياخد حرارة للمطبخ وتندخله التلاجة يبرد باش يتماسك اكتر ويصبح جاهز للاستهلاك فقناتنا ملكم واليكم لارضاء جميع الاضواق من بعد ما تتبرد هاد المرتديلة وتتاخد حرارة المطبخ كما قلت لكم تندخله التلاجة باش تماسك اكتر ويدوي الشكل اللي حصلنا عليه تعشر اللي هو صحي وفي المتناول اما بالنسبة للخاليط البقالية في الطنجرة فوضعته بعلبة اللي هي صحية يمكن ندخله كذلك التلاجة نحتافظو بها مدة اطول تنقدرو نسدو عليها باش ما يتتشربش لنا هاد الكاشير الروائح اللي تتكون في التلاجة وهذا هو القوام دي المرتديلة او الكاشير اللي حصلنا عليه الخالي من الجلوتين فانتمنى تجربوا الوصفة ديال اليوم ومرحبا بتعليقاتكم كذلك الاراء ديالكم والطلبات ديالكم فما عليكم الا تكتبوهم لي بالاسفل بالتعليقات فما بقليل نقول لكم بصحة والرحة دمتم لنا اوفياء تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة